بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن جاهزية ملعب 5 جوليا الأولمبي لاحتضان مباراة الخضر أمام زيمبابوي في شهر نوفمبر القادم في إطار تصفية كاس إفريقيا المقرر في 2020 في دولة الكاميرون وكانت الجزائر قد حددت ملعب 5 جوليا من أجل استقبال منافسي الخضر في التصفيات الإفريقية وكان الملعب قد خضع لعملية ترميم دامت لأكثر من 6 أشهر وفي هذا السياق نشرت الاتحادية الجزائرية صور للملعب تؤكد جاهزيته لاستقبال الخضر ومنافسيه وقد عرفت عملية التهيئة يعادة غرس عشب طبيعي هاجين للملعب ويعد من بين أحسن الأرضيات الطبيعية في العالم حسب ما يتم تدوله وتم كذلك تغيير غرف تغيير الملابس بشكل جميل وأنيق إضافة إلى تغيير مقاعد البودلاء والحكام حيث تم إضفاء طابع حيث تم إضفاء عليها اللون الأخضر والأحمر وهو يدل على المنتخب الجزائري وتم تجريب بأول مرة إضاءة خارجية للملعب تكون في الليل وإن شاء الله فقد تكون ناجحة وبهذا سيكون الملعب مصرحا لمواجهة القادمة للمنتخب أمام زينبابو شهر نوفمبر القادم لكن الشيء السلبي هو غياب الجمهور وهذا بسبب تفشي الوباء عبر العالم للتذكير فإن الملعب سيكون قبلة لفريق شباب بلوزداد في تسفيات ربطة أبطال إفريقيا وهذا بسبب عدم جاهزية ملعب 20 أوت والذي يخضع حاليا لعملية الترميم ويعتبر فريق منودية الجزائر هو صاحب الملعب في الموسم المقبل حيث سيحتضن جل مباريات البطولة التي يستقبل فيها منافسيه ومن الممكن أن تقوم الرابط ببرمجة الدربية العاصمية في ملعب خمسة جويلية لذا نتمنى أن يتم المحافظة على أرضية الميدان من أجل أن يكون الملعب قبلة للمنتخب الجزائري في المواسم المقبلة إن شاء الله في الأخير إخواني إذا أجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على لايك إلى اللقاء